لن تصدق ما فعله هذا الكلب للطفلة شيء لا يصدق ستتأثر من قلبك ما فتأ الجميع عن إطلاق شعارات متواصلة وحملات مستمرة عن كون الكلاب هي أصدق الحيوانات قربا للبشر وأوفاهم لهم ولكننا اليوم سنقف على مثال حي وجوهري حيال تلك المعاني التي قل ما صدقها بعضنا وشعروا بقيمتها ما لم ينمسوا أو يستشعروا مواقف جادة تؤكد هذه العلاقة الوطيدة التي تكون في أغلب الأوقات دون مقابل يذكر يجب أن تدركوا جميعا بأن هذا الفيديو هو المثال الحي والبرهان المؤكد على ما نتحدث عنه ودليل قوي على تلك الصداقة التي نتحدث حولها في هذا الفيديو يظهر هذا الكلب قلقا حيال هذه الطفلة وعلى الفور يتقدم نحوها ويحاول سحبها مما يظن أنه قد يكون خطرا يحدق بها ما الذي يجعل هذا الكلب يرى أن ماء البحيرة قد يشكل تهديدا على حياة الطفلة من أين جاء هذا الوازع القوي برغبة تدفعه لمحاولة مد يد مساعدة بالشكل الذي يناسبه يقوم الكلب بجذب الفتاة من فستانها حرصا على أن لا تنزلق أو تجرها المياه بعيدا ربما يكون قد حصل على تكوين مسبق ضد المخاطر ولكن هذا الكلب في يومه الأول مع رفيقته الجديدة كيف له أن يشعر أنها بخطر محدق ويجعله يتثبت بفستانها ويحاول أن يوقف هذا الخطر الذي يحيق بها ولم يكتفي الكلب بهذا بل أخذ يجرها لأعلى ويحاول أن يبعدها عن الخطر ولم يهدأ الكلب قط حتى رفعها وتركها تسقط على اليابسة بعيدا عن الماء حيث ظل أنها الآن في تلك اللحظة بمأمن رغم أن الفتاة كانت في الغالب تعي كافة ما تقوم به ولم يكن هناك ما يخيفها ولكن تلك الحاسة أو الرغبة هي التي دفعت الكلب للتأكد من أنها بمأمن تام من الخطر